بعد تغلبه على الاهل السعودي في تغيير تاني خرج تاني عبدو يامي ودخل محمد أحمد وأيضا في تغيير اتنين خرج من الخادسية الكويتي ودخل اللاعب سبعة إلا هو كابتن الفريق يعبدو حسين علي طبعا كابتنين الفريق نزلوا الآن ورا على عاكم بيقول خارج الملعب وما فيها لامسة شبك ولا لامسة يد ويتقدم الأهل بهذه النقطة إلى 14 نقطة مقابل 12 للأهل السعودي لاعب رسال عماد نجار ومحمد أحمد ولازم يأخذوا رسال والرجعة الثانية وحد يترفع وتصبيطها قاتلة كل طلع دفاع وحتى اللاعب القدساوي الكويتي بسيطة جدا لمست الشبكة ويتلقون التهنئة من الدكتور صالح بن ناصر ويتسلمون كأس البطولة تتويجا لجهودهم فتهنئة حارة للأشقاء من دولة الكويت الشقيقة